السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا تدريس المصدر بعد تدريس الفعل الأمر طبعا أنا حاولت أن أتجنب الموضوعات الغوية التي هي بين الدروس يعني بحيث أننا نحاول قدر المستطاع الإنجاز وإصدار عظام المرحلة الأولى طبعا بعد دراسة الأمر بالطريقة التي ذكرناها يدرس المصدر أنا أريد فقط أن أقول كلمة قبل أن أبدأ في هذه الفكرة البسيطة الكثير من الناس عندما ينكر علينا تدريس بهذه الطريقة تدريس مفردات اللغة يقول لها الأمر أسهل من ذلك بكثير درس جمل وحللها درس جمل وحللها والطالب خلاص سيتعرف على هذا نعم نحن لا ننكر طريقة بعينها لكن نحن عندما نجرب طريقة ولا تكون لنا أهداف معينة ولا تأتي هذه الطريقة بالأهداف إذن نحن لا بد أن نغير إلى طريقة أخرى جيد سيعرف المعلم فيما بعد عندما يعلم الطالب الفعل المضارع أولا ثم الفعل الماضي ثم الفعل الأمر بمفرداته ثم يعلم المصدر سيعرف قيمة هذه الطريقة فيما بعد عندما يقول الطالب أمامه جملة هو كمعلم يعني يكون مندهشا من إخراج الطالب عندما مثلا يقول الطالب أستاذ الجري رياضة مهمة الطالب نفسه يصيخ هذا فأنت تفكر فتقول سبحان الله انظر كيف الطالب صاغ المصدر من الجمل ولكن لم يقل جملة أخرى ويقول مثلا يجري هذه رياضة مهمة أنا أريد أن أجري وهذه رياضة مهمة لا هو بنفسه صاغ المصدر وقال يا أستاذ شرب اللبن مفيد للأطفال هذه حقيقة تحتاج إلى وقفة ونظر طيب بالنسبة لتصدير تدريس المصدر هو شيء سهل جدا نحن خلاص ما سنفعله لن ندرس طبعا كيفية صياغة المصدر لأنها في الحقيقة ستكون صعبة على الطلاب في هذه المرحلة لكنه يدرس بالسماع فيقول الطالب قرأ يقرأ قراءة أو قراءة جرى يجري إجري جري أو جريا حضر يحضر إحضر حضور وهكذا في كل درس لغوي نحن أو في كل موضوع لغوي نصرف الماضي مع المضارع مع الأمر مع المصدر مدة تدريسك فقط يعني تكتفي بدرسين ثم بعد ذلك ستجد الطالب بنفسه يصرف يصرف بنفسه فتقول له يا بكر صرف باعة فيقول باعة يبيع بيع يستاذ تقول نعم صحيح صاد يصيد صيد صيد نعم استيقظ يستيقظ استيقظ استيقظ وهكذا نمت هذه الفكرة لدى عقول الطلاب بدون أن تشرح لهم القاعدة إن شاء الله سنشرح القاعدة في المستوى الثاني أو الثالث إن شاء الله صياغة المصدر وطبعا مع بعض الصرفيات البسيطة لا تنسوا مسألة التصريف في كل درس مهمة جدا جدا وتعطي الطلاب بعض الأمثلة على المصادر وتطلب منه أيضا أن يأتي بمصدر هذه الكلمة في جملة فتقول له أكل هات المصدر فيقول أكل ضع في جملة فيضع مثلا الطالب أكل لحم الخنزير حرام أكل الحرام مثلا ضر الحضور مبكرا يوم الجمعة سنة وهكذا تحاول أن تقرر الطلاب وتمارس تمارس معهم المصدر داخل الفصل حتى يترسخ لكي لا يرجع إلى استخدام الفعل في مكان المصدر مرة أخرى لأن هذا يحدث كثيرا وتضع له تدريبات بهذه الطريقة مثلا جدول وفيه الماضي والمضارع والأمر والمصدر ثم تضي له فعلا واحدا فقط واجعله يصرف تقية الأفعال أو المشتقات يعني مثلا نضع هنا الماضي وهو يأتي بالمضارع والأمر والمصدر الآن أصبح لدينا طالب الحمد لله يأتي بتصريفات الأفعال بدون إشكالات يستخدمها بدون إشكالات يستطيع الاشتقاق خلال هذه الأربع درجات يعني بدون أي إشكالية طبعا نحن في برنامج هذا ومن منهاج اللسان العربي وضعنا في نهاية المرحلة الأولى جدول لإسناد الأفعال إلى الضمائر أشهر الأفعال أشهر الأفعال وضعناها للفعل الماضي فيقول أنا لعبت أكلت شربت نمت قلت من مصلحة الطالب أن تأتي له بهذا الجدول في أثناء ممارسة الفعل الماضي وتقول له كرر هذا مثلا أربع مرات أو ثلاث مرات دع عنك الطلق الحديثة في التدريس نحن عندما نقول شيئا فهو شيء مجرب نساء الله سبحانه وتعالى أن ينفع به فمارس معه هذه الطريقة مثلا انظر مثلا هنا إسناد الفعل المضارع للضمائر ألعبوا أكلوا أشربوا أناموا أقولوا وهكذا نحن مثلا هو هي إلى آخره فإسناد الفعل للضمائر الاثنى عشر هنا أيضا إسناد الفعل المضارع للضمائر الاثنى عشر أيضا الفعل الأمر كيفية أمر من أنت وأنت أنتما أنتم أنتنة طبعا تحصيل حاصل للطالب أن يتعرف على أنه لا أمر لأنا ونحن وهم وهم إلى آخره جيد ثم وضعنا جدولا آخر وهو أيضا شيء مهم جدا للطالب أن يعود إلى تصريف الأفعال المشهورة سواء كان ماضي أو مضارع أو أمر أو مصدر لعدد كبير من الأفعال التي درسها وتعرف عليها ممكن أن يراجع من خلال هذه الجداول بهذا تكون الدورة الثانية انتهت أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم العبادة في كل مكان وأن يجعلكم سببا لنشر الإسلام واللغة العربية وأسأله كذلك أن يتم علينا وعليكم فضله ونعمته إنه ولي ذلك ومولاه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة